لو انت من محبين الخراب في كل مكان في الارض في البحر في الجو فمجانية النهاردة هتكون انسب لعبة ليك هي الوحيدة اللي هتقدر تخرج فيها كل طقتك من الاخر مخنوق من حد العب اللعبة دي من الاخر مفروس من حد العب اللعبة دي اللعبة فيها بطل اللعبة هو عبارة عن شارك او عبارة عن حوت بيبدأ معك صغير وبيكبر لحد لما ينتقم زي ما بقول لكم كده عادة لينتقم فتابعوا فيديو النهاردة ولكن قبل اي حاجة ما تنسوش مشاركة الفيديو عشان الكل يستفيد ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة دس از محمود نعمان وفي الفيديو ده من سلسلة اروع الالعاب المجانية في مجانية نزلت جديدة ناس كتيرة شفيتني قبل كده لعبتها ويقالوا لي اللعبة دي مجانا وكانت بالفعل مجانا على منصة اه اكس بوكس جيم بوس ولكن مش الكل مشترك فيها فمحدش قدر ياخدها ولكن سبحان الله ربنا حقق احلامهم واصبحت اللعبة مجانا موجودة معنا مجانية النهاردة مفروض هي عبارة عن قصتها سريعا كده اه ان فيه اه صياد على مركب وبيصطاد اروش مركز على ان هو بيصطاد اروش وطبعا فوجئ ان هو لقى اه ارش كبير كان مدوخ جميع الصيادين وما كانش حد قادر عليه حتى طبعا الحكومة لحد لما هو حرفيا اصطاده وبعد لما اصطاد الارش دوت فوجئ وهو بيتباحه وهو معلقه ان الارش دوت جواه ارش صغير خرجه هو فرحان وهو بيخرجه القرش ده نط مرة واحدة على ايده فارتكهاله وقطع ايده ونزل المية ومفروض قصة اللعبة بتبدأ من هنا ان القرش دوت هينتقم ويفضل يكبر وياكل اي حاجة قدامه حتى لو حتة خشبة مرمية في اعماق البحار لحد لما يكبر ويكبر ويكبر وينتقم لابوه القرش فدلوقتي هنشوف مع بعض طبعا ازاي نحصل على اللعبة ومواصفاتها وتستفيدوا بيها عشان تستمتعوا وتلعبوا باللعبة دي ولكن تعالوا بسرعة كده اوريكو سبونسر فيديو النهاردة ايفولت هي خدمة بتتيح لك انك ترفع ملفاتك على الانترنت بكل سهولة وبكل امان تقدر ان انت ترفع اي نوع من الفيديوز لو حابب او اي نوع من الامبس ري او من الصور او حتى من الديكيومنتز اللي حابب تخزينها ما عندكش مساحة على جهاز الكمبيوتر بتاعك او الموبايل تقدر ترفع على ايفولت مش بس كده كمان بيقدموا لك تلات انواع من الاشتراكات نوع للجسد لو انت مجرد بس زائر وعايز ترفع حاجة تستخدم الخدمة على السريع بتديك عشرة جيجا مجانا والنوع التاني الفري اكاونت ده اكاونت بيفضل موجود معاك على طول تقدر ان انت تاخد خمسة وعشرين جيجا من الستوريج ترفع عليهم اللي انت عايزه زي ما احنا شايفين قدامنا باكت الفري طبعا البقاطي البريميوم ديت مفروض مساحيتها خمسة تيرة خمسة تيرة بعشرة جنيه سترليني في الشهر يعني تقريبا حركة مئتين حاجة وعشرين جنيه بتدفعهم كل شهر بتقدر تشترك عليها شهري او ست شهور او سنة وكل ما المدة بتزيد كل ما بتوفر في السعر كمان ده انت لو جاي عن طريق القناة هتاخد ديسكاونت عشرة في المية لكل مشتركي القناة اخر حاجة حاببة اوضحها ان السابورت بتاعهم قوي جدا عندهم لايف تشات اي حاجة تقدر تسأل عليها هتلاقي او هتلاقي فعلا لايف ايجنت تقدر ان انت تتكلم معاه تسأله تستفسر اي حاجة حابب تعرفها عن الخيب ودلوقتي خلونا نرجع ونروح بسرعة ونشوف هناخد اللعبة ازاي طبعا اللعبة نازلة على منصة ابك الاسبوع دوت وتقريبا ديت اخر لعبة اسبوعية او ميستري جيم من منصة ابك شكرا ابك على كل حال هتيجي طبعا على منصة ابك ولازم طبعا كل مرة اقول تكون فاتح الاكاونت بتاعك علشان مفيش خطوة تقف معاك وهننزل شوية بالشكل دوت هتلاقي جزئية الفري جيمز هندخل على صفحة الفري جيمز وزي ما احنا شايفين لعبة النهاردة معانا هي لعبة مان ايتر يعني من الاخر اكل البني ادمين هو بيأكل اي حاجة قدامه والاسبوع اللي جاي هتكون لعبة عادية ظهر قدامنا استنوا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هوضح لكم تفاصيل عنها قبل ما تاخدوها او تحملوها وتندمو لو مش عكباكم فهتعرفوا هتاخدوها ولا لا المهم هندخل على مجانية النهاردة من منصة ابك زي ما احنا شايفين صباحنا ازرق ونخلي بالنا من موضوع السن واول حاجة هتلاقيها قدامك طبعا زي ما تعودنا شوية فيديوز من داخل طبعا اللعبة بالشكل ده علشان برضو لو حابب تشوف جيم بلاي لو حابب تشوف تريلر عن اللعبة قبل لما تحملها خلينا اوضح لكم ان اللعبة سعرها اصلا 19 دولارز اه فديت حاجة قايمة جدا من منصة ابك والعرض ده هينتهي بتاريخ 16.6 والساعة 5 بتوقيت الكاهرة كل واحد فيكو هيزهر له التوقيت بتاعه على حسب هو فاتح من بلد ايه طيب اه اه بتاع اللعبة اسمه اه وهو هو اللعبة بتاعها كان في الاصل اتنين وعشرين خمسة عشرين عشرين وللاسف سمحوني يا محبين منصة اه ابل او ماكنتوش من ابل ان اللعبة نزلة على بس ده بس ده بس اه بس عن اللعبة اللعبة تصنف ان هي اكشن وار بي جي وسينجل بلاير يعني فيها اه ومالتي بلاير لأ ولكن هتستمتعوا جدا 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 انا لعبتها قبل كده في فيديو تقدروا تشوفوه من علامة اللاي اللي هتطلع فوق قبل ما تحمله اللعبة ديت باقي وصور من داخل اللعبة اللعبة ممتازة بكل المقاييس لو انت بتحب تلعب بكاركتر وتكبر وتنتقم وتعمل تخيل ان انت القرش بتاعك ده بتقدر تعمله عشان يقدر يواجه اي حاجة قدامه كل ما تقابل حاجة اكبر منك هتقدرك بس في الاخر انت اللي هتقدرها. عندنا هنا اول حاجة العادية اللي نزلة معنا وبعد كده عندنا المان ايتر نزلة مفروض سعرها اه تلاتة وعشرين دولارز وفي عندنا اه في اللي هي اللي قدامنا ديت. وديت مفروض سعرها تقريبا خمسة دولار. بعد كده مش فاضل معنا غير ومتطلبات تشغيل اللعبة والاجهزة اللي هتشغل اللعبة. اللعبة اقل حاجة هي عايزة اجهزة نقدر نقول فوق المتوسط. او المتوسط هيشغلها على اقل اعدادات. طبعا لازم ويندوز تن اه المعالجة يكون من الجيل الخامس مش لازم اتش او اتش كي رامات تمانية مساحة عشرين جاجة على الهورد ديسك. لازم طبعا دايريكت اكس ويه بالنسبة للجرافيك مش لازم يكون كارت عالي ممكن اتش دي اه خمست الاف وخمسمية. بالنسبة اللي قدامنا اه الجيل التالت او اه خمسة اللي هو الالف وخمسمية اكس او اعلى. الرامات هي هي تمانية المساحة هي عشرين دايريكت اكس هو هو اما عشان تاخد اه تجربة حلوة من اللعبة او الان فيديا جي فورس تسعمائة وسبعين او او اعلى. طبعا مش كل الاجهزة اللي عندها المواصفات دي ديت الاجهزة حتى الفوق المتوسطة وانت طالع. بالنسبة للغات اللي بتدعمها اللعبة جميع اللغات اللي قدامنا اه ولكن للأسف مفيش اللغة العربية. اتمنى العاب كتيرة من اللي بنستعرضها مع بعض ينزل فيها اللغة العربية. عشان تحصل على اللعبة هتطلع فوق خالص وطبعا هتدوس على جت وهتمشي مع الخطوات اللي كلمنا عنها في كل الفيديوز بتاعتنا من سلسلة اروع الالعاب المجانية وبرضو تشوفوها من علامة اللي تلعت فوق. اه وطبعا زي ما وضحنا بكده عارفنا مجانية النهاردة من منصة اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم متنسوش اللايك. واتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات عشان يوصل لكل جديد. وهتستنوني في المزيد من الفيديوز ومزيد من الالعاب ومشي الالعاب وبس حاجات كتير جدا بقدمها في القناة. فاتمنى ان احنا نجيب بقى تلاتين الف مشترك. واشوفكم على خير. سلام. اشتركوا في القناة